وضع فريد بن زين فهذا فريد بن الشيخ يدخل للسجن بعد إسقاط جبار مهنة اللي بالمناسبة لن يطول ويدخله أيضا للسجن وخروج إعلان ذلك رسميا عن طريق جريدة الوطن وخروج جريدة الوطن واتهام فريد بن الشيخ اتهامات محددة جملة من الاتهامات بما فيها الجوسسة كان يتجسس لصالح السفير الفرنسي ولصالح مسؤول المخابرات الفرنسية في السفارة الفرنسية بالجزائر كان يقدم لهم معلومات يعني كان انديكاتور كان انفورماتور وفي نفس الوقت استخدم ما يسمى ناشطين في الداخل وفي الخارج الأخبار تقول في الداخل وفي الخارج نحن عارفين هذه الأشياء في الحقيقة في الداخل ضغط عليهم وكي نحن يزولون ثلاثة ضغط عليهم ضغط رهيب باش يبدوا يخرجوا بعض الأشياء وخاصا في الخارج وفي الخارج ذكروا اثنين مش راح ندلس لساني بذكر أسمائهم واحد كان حراكيا وانقلب واصبح مجرد مرتزق عند جهة فرنسية وعند جناح بوعلان بوعلان اللي هو يتبع هذا فريد بن الشيخ وفريد بن الشيخ عن طريق شخصين أو ثلاثة كان يراسل هذا الشخصين واحد عسكري سابق يسمي رحو صحفي وهو متهم في الحقيقة بأنه كان كان حتى في فترة معينة يعني تهموه في الجزائر وطردوه من الجيش لتلك الأسباب من أنه كانت عنده علاقات مشبوهة مع جهزة مخابرات المصاد بالتحدي وبعض المصاد قالت جهزة مخابرات أخرى ذكر اسمه نحن نعرفها لكن هذه المرة جاءت شاهدة شاهدة من أهله والشخص الثاني وهو سفيه باريز اللي أيضا ذكر اسمه من أنه كان يشتغل عميلا كان يشتغل عميلا عند فريد بن الشيخ وفريد بن الشيخ كان يبعث له معلومات باش ينشرها ضد جناح في الداخل وهذا الجناح كان يتعلق بجبار مهنة ومن حوله طبعا جبار مهنة ذكرنا عدة مرات كانت عنده خصومات مع فرنسا لأسباب متعلقة منش عارف رح نعطيكم ملخص درك إذا كان الساعة لهذه حبسة نكمله إلى الساعة لابقات نكمله غدوة أو بعض غدوة إذن جبار مهنة في الحقيقة والدياريز من خلفه عندهم حسيفة كما يقولوا بالدرجة عندهم ثأر أن فرنسا ساهمت في تفكيك الدياريز في 2013 بعد واقع التوقن تورين برغم أن الدياريز خدمت فرنسا أكثر من ربع قرن وي تخدم في فرنسا من 1990 إلى 2013 حوالي ربع قرن وكان جبار مهنة لما رجع مكلف بمهمة من عنده وفي جنات آخرين باش يحاول يفسد العلاقات ما بين جنح تبون والفرنسيس ونجح إلى حد كبير أنا شخصيا تكلمت على هذه الأمور في أبريل مايجوان 2023 ولما تبين لي أنه دخلت فرنسا على الخط إلى آخر خرجت حتى يومها في لاي وقلت بأني ما نقدرش مكون أنا وفرنسا في نفس الخندق فتوقفت الحديث على جبار مهنة لأنه تبين لي خاصة مع هذا السفيد تعباريز من أنهم بعدما أرسلوا لهم معلومات كانوا يرسلهم معلومات بما فيها التليفون اللي سرقوه المجرم بن سديرة وبدأ هذا يرسلهم معلومات وهذا اللي في واحد في هذا العسكري السابق في فرنسا والثاني اللي في باريس بدأوا يخدموا عند الجناح جناح هذا فريد بن شيخ والحقيقة أن كثير من الأحرار يعرفوا هذه الأمور يعرفوا بتفاصيلها لتابعني هنا يعرف أني ذكرتها عدة مرات خلينا نذكروا بعض الأشياء السابقة طارق سكس اللي ما يعرفوش هذا هو طارق سكس طارق سكس طارق سكس أيضا متورد في عدة قضايا فساد وهذا القضايا فساد تتمثل في أنه كان لما كان هو مشرف على قضايا المخضرات وقضايا وقضايا الجرائم الإلكترونية وكان يشرف على هذا شيء نصف أبناء الجنرالات كانوا يتيحوا بقضايا الفساد وكانوا يتيحوا بقضايا المخضرات هذا طارق سكس كان يقوم بالتسطر عليهم حتى قضايا كسكس كان متورد في قضايا فساد مع براشدي ومع عبد الغاني الهامل لأنهم هم اللي حطوه في هذا المنصب وهذا طارق سكس أيضا عنده الولاء لونيسي خليفة لأنه حبيبه اللي أنت من روح في الروح وكان هو اللي يتسطر على لونيسي خليفة في قضايا فسادة على المطارات هنا هذا مقطع بديت لكم به نتعى الحر محمد بن حليمة بن حليمة وحمد عزوز هذا الاسم الدقيق لكن الناس يعرفوه بمحمد بن حليمة محمد بن حليمة هنا يذكر ويتحدث على طارق كسكاس وهذا طارق كسكاس راه اليوم في السجن راه معتقل كان من أقرب المقربين من فريد بن شيخ وهو واحد من اللي استخدم واضغط على حراكيين في الداخل وكان يتواصل مع الشخصين هذون اللي مذكورين ذكرتهم الجريدة جريدة الوطن دعونا باش نبدو بالتفاصيل ان شاء الله بركز الساعة لا تحبس المهم خلاصة المقال أنا مخرج في جارية الوطن أن فريد بن شيخ قد أدخل إلى سجن العسكري البوليدة واللي أمر بسجنه هو قضي التحقيق وهو أنه سجنه قبل ثلاثة أيام ولا أربع أيام إذا تتذكروا خلنا نرجع شوية إلى الخلف متى تمت الإطاحة بفريد بن شيخ فريد بن شيخ أطيح به في ثمانية يناير جونبي ألفين وربعة وشرين يومها قال لك راهوا تتذكروا بلي قبل هذا التاريخ قبل ثمانية يناير ستة وعشرين إلى سبعة وعشرين ديسمبر في القاو في فرنسا مطار شرالدقور كان يومها ولا أورلي مهم في إحدى المطارات الفرنسية وصلت طائرة من وهران طائرة جزائرية إيرالجيري وصلت إلى فرنسا ويومها خرج الشاب يليت المساعدة إلي عنده المقطع يبعثون القاو شاب متجمد لاسك في الموتور تعطيارة والقاو في حالة تقريبا شبه ميت لأن طبعا درجة الحرارة تفوت الاربعين درجة نقص تحت السفر لما الطائرة تسعد إلى ستلاف سبعة الاف ثمانالاف متر نعم كان في أورلي نعم بعدها بأيام طبعا صرت فاضيحة وهذه مش أول مرة كان صرت من قبل زوج جزائريين أيضا وكان الطائرة نظن كان ورح يومها أيضا كانت يرحى إلى إسبانيا وماتوا الجزائريين كان طائرة مرة أخرى صرت في قسنطينا ونظن مات الشاب هذاك فأصبحت فضايح أنه شباب يتسلل إلى الطائرات ويحاول يوصل كي يوصلوا قلة لكن الأغلبية يا إمامات يا إمام وصل في حالة شبه ميت مثل هذا الشاب فرانسيس خداوه ودوه للمستشفى حاول يعالجوه أعتقد أنه نجا في النهاية لكن من بعد أطاحوا بفريد بن الشيخ طبعا كان غريب أنه يطاحوا فريد بن الشيخ خاصة أن هذا علي بدوي اللي جابوه بدلوا علي بدوي كان هو المسؤول في الحقيقة على على إذا ذكرت جيدا أي أن المسؤول الحقيقة على الأول هو المدير الشرطة الحدود ما هوش المدير العام المدير العام عنده مسؤولية لكن تأتي فيما بعد لا هما أسقطوا المدير العام وجابوا بدلوا اللي بدوا وحطوه مدير عام وقالوا من أن إسقاط إسقاط فريد بن الشيخ هو لهذا السبب الحقيقة هذا السبب كان فقط صور كان حاجة صورية هكذا لا قيمة لها باش يلقوا فقط فرصة ويحطوه جانبا قبل ما يحطوه جانبا كانت هناك معركة شديدة تدور ما بين جناح 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 بوعلام بوعلام الجناح الرئاسي واليد الضاربة فيه فريد بن الشيخ مدير الأمن الوطني كما يسمونه كان هكذا تعالى شرطة ومن الجناح الآخر جماعة دياريس واليد الضاربة عندهم يومها هو جبار مهنة ووصلت الأمور إلى أن جبار مهنة خلاص وصلوا معلومات إلى شينغري حول تبون بأن جبار مهنة رهي تآمر على تبون لإسقاط لأن جماعة دياريس حابين يسخته تبون ويجيبوا واحد بديل وتوافق تبون وشينغريحة على الإطاحة بجبار مهنة لكن جات قضية اتهام القضاء السويسري اتهام نزار فتوقفت القضية جبار مهنة طلب من تبون من أن يأخروا الإطاحة بجبار مهنة لأن الآن عندنا معركة مع الخارج قضاء دولي وبالتالي من الأحسن أن هذه الخلافات بيناتنا نجمدها في هذاك الوقت في هذاك الفرصة بدأت الديرس ضاعفت من مجهوداتها باش توطيح بالشخص والمساعدين اللي معاه اللي هو جمع الملفات على جبار مهنة ليس إلا فريد بن الشيخ وفريد بن الشيخ منين كان تجيه المعلومات الرئيسية كان تجيه من عند المخابرات الفرنسية فريد بن الشيخ يحمل الجنسية الفرنسية بعض الناس يقول لك لا ما يحملهاش خلونا يحملها ما يحملهاش مش هذا والإشكال هو أقل شيء غضى عدة سنوات داخل الإدارة الفرنسية كان يشتغل داخل الإدارة الفرنسية حصل على شهات الدكتوراه إلى آخره هناك كان يدخل للسجون الفرنسية على أساس متخصص بسيكاناليستي لآخره وكانت عنده علاقات بالإدارة الفرنسية في وزارة الداخلية وفي وزارة العدل وعنده علاقات أيضا واجتماعات حتى بضباط المخابرات الإسرائيلية وموجودة الصور كنا تحدثنا عليه خلينا نوري لكم مقطع كنت تحدثت عليه هنا قبل إسقاطه بعد أشهر قبل أن نذهب لذلك المقطع نجيبه لإعلان هذا اللي أعلنوا على الشاب اللي لقاوه قريب مية في الطائرة أين باشرت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية قسنطينة تحت إشراف سيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا مشرت تحقيقا على إثري تداول أخبار تفيد بقيام شاب الجزائري بالتخفيف الجزء السفلي لطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية التي توجهت يوم الأربعاء التسع مارس من مطار محمد بوضيف بقسنطينة نحو مطار شارل دوغل ببريس فرنسا كم نتابع في هذا الفيديو؟ هذا يتعلق اللي راح من قسنطينة اللي راح من قسنطينة نجاء ما ماش وراح من قسنطينة إلى شارل دوغل لا الآخر هو اللي كان يتعلق بوهران هو اللي جات من بعدو الإطاحة بفريد بن الشيخ لكن قبل قبل الإطاحة بفريد بن الشيخ كان عندي هذا المقطع هذا في في واحد مايه 2021 واحد مايه 2021 فرنسيا كان يستغل كبسيكوناليست خبير نفساني إلى آخره لننزلوا نسمعوا وشيقولوا عليه وبعد نعودوا نرجعوا لهذه النقطة باش في الحقيقة في النهاية سنعرف أنه ليس أكثر ليس أكثر هذي مش طبيعتي باش نتكر هذي الكلمات لكن أحيانا باش تبين الأمور مليحا نتعطيها وصف هكذا دقيق هذا بالشيخ هذا دي جي أسان ليس أكثر من بولدوغ بولدوغ صنف من أصناف الكلاب اللي يسمعوا بولدوغ اللي هما من أبشع الكلاب ليس أكثر من بولدوغ فرنسي ليس أكثر من بولدوغ فرنساوي هذه الحقيقة يعني اللي تجدها تجد هذا كان وصفي له في 1 ماي 2021 يستطيع الناس أن يعودوا للفيديو وقلت باللي هذا ليس أكثر من بولدوغ فرنساوي جاسوس يشتغل لصالح فرنسا يعني هذا الكلام في 1 ماي بعد تعيينه بأقل من شهرين عينه هو في مارس 2021 واحد وعشرين ما كنتش نعرفه لكن في خلال بضعة أسابيع تجمعت لدي معلومات كان معلومات مفتوحة تلقاها في الأنترنت تبحث عليها تعرف فيش تبحث تلقاها وكان معلومات خاصة مجموعة المعلومات خرجت بالنتيجة أنه يشتغل لصالح الفرنسي وهو أصلا اللي نصحهم به ماكرونز كان نصح به تابون وكان يشتغل داخل الإدارة الفرنسية وبش تشتغل داخل الإدارة الفرنسية في وزارة العدل ووزارة داخلية لازم تكون كما يقولوا بالإنجليزية لازم يكون عارفين عارفينك من من ألف لليا من A to Z لأن هذه مناسب حساسة داخل الإدارة إضافة إلى كما قلنا نحمل الجنسية الفرنسية الآن هذا مقطع آخر هذا كان يوم سقوطه في 12 يناير بعد ربع يام سقوطه بالنسبة لكبار جنيارات المخابرات وعلى رسم أيضا شنغريحة يرام يعتبروه أكبر خائن وقد أسقطوه وإذا بقي في عمره المزيد سيسجنونه وأكيد أن الصدمة القلبية التي أصيب بها جاءت نتيجة التعامل الخشي معه لأنه تعرض لتروباتوار تعرض لمساءلة شديدة خشية في مركز عنطر يعني المخابرات الداخلية هي اللي تحقق معه في الحقيقة مش فقط المخابرة الداخلية حقت معه حقت معه المخابرة الداخلية وحقت معه DCSA مخابرات العسكرية هل نشوف حقت معه أيضا DCSA جاريت الوطن واش ذكرت أمس قالت أن التحقيقات الرئيسية درتها DCSA بعد ما شكوا فيه بأنه كان على اتصال يقدم معلومات للسفير الفرنسي السابق هل الفرنسي اللي كانوا يقصدوه هو Xavi دريان كورت أو اللي جاء بعده أعتقد أنه اللي جاء بعده لأنه Xavi دريان كورت كان راح إذا ذكرتي جيدة وكان جاء واحد آخر بعده وكان اللي جاء بعده متزوج من جزائرية ويتقل العربية ويتقل القبيلية وكان سافير في تونس في الأيام الانتفاضة التونسية إلى آخره وجابوه متخصين للجزائر لكن أموره لم يمشيش كثير لكن التهمة اللي وجهت لفريد بن شيخ أنه كان يقدم له معلومات وكان يقدم معلومات لمسؤول المخابرات الفرنسية في السفرة الآن هذه التهمة رسمية رأي موجهة له ونشرت في جريدة الوطن كما قلت ونقلت هجهات أخرى لكن البارح في شرحت أو في اللايك بتاع البارح شرحت لماذا ما دخلوش أنا ذاك للسجن لأن فرنسا دخلت وكانت علاقتهم معقولة مع فرنسا وجيدة مع فرنسا ولكن عندما سأت العلاقات مع فرنسا خاصة بعد اعتراف فرنسا بقضية أن الصهراء الغربية هي مغربية والآن ذهب ماكرون إلى المغرب وتحسن العلاقات بناتهم النظام الجزائري شاف بأن هذه خنجر ماكرون ضربهم خنجر وبالتالي أول شي رحو قاموا به هو اعتقال فارد بن شيخ اللي كان ممنوع من الخروج وإدخاله للسجن وجبدوا الملفات اللي كانوا عارفين وجاسوس هذه الملفات مش جديدة هذه الملفات على الأقل من جنغي اللي فات لكن لما كانت عندهم مصالح مع فرنسا والله فرنسا شفعت في فريد بن شيخ وما قدروش يمسوه أو هدتهم إذا تمسوه رح يكون انتقال لما العلاقة ساءت في قضية أخطر اللي هي قضية الصحراء ما عادش فيه حرمة لفريد بن شيخ وجابوه وحطوه للسجن وخرجت المعلومات وتكلمنا عليها ثم خرش جارية الوطن تكلمت عليه الآن رسميا هنا المقطع هذا اللي وريت لكم محمد بن حليمة محمد بن حليمة تكلم على هذا كسكاس اللي بالمناسبة هذا كسكاس الآن ره مسجون كانوا لما جاء لي بدوي وهذا كسكاس وآخرين واحد الاثناش المسؤول كبير يومها أيضا تحدث على هذا بالتفاصيل أنا في جونبي اللي فات وقلت باللي رهم أسخطوا مجموعة كبيرة من المساعدين والكبار عناصر الشرطة اللي كانوا مع بن الشيخ وبعضهم بعثوا هرتريت بعضهم اعتقلوه وبعضهم داروا ميتاسيون من بين داروا ميتاسيون أي تنقل تنقيل هو هذا كسكاس لأن هذا كسكاس كان خدمهم بقوة مثلا قضية تعذيب محمد بن حليمة في 2022 عذبوا عذاب شديد في مقرص حوله ومحمد بن حليمة من بعد يقولها للقاضي في المحاكمات ويذكروا بالاسم هو لدان الدحدوحيات اللي شفتوهم في أنا ذاك في تلفزيون ست حلقات وغيروا كان هذا كسكاس وكان واحد اسمه ترفاس واحد اسمه باللعور بين هذة ثلاث شخصيات اللي هما شخصيات مهمة داخل الشرطة لما جاء بدوي وتغيرت القيادة عينوها عينو كسكاس في عين الدفلة ومن هناك أيضا ما أطولش كثير فيما صادر تحدثت أنهم أرسلوا إلى أقصى الجنوب لكن في أفريل ومي هذا اللي فات اعتقلوه واعتقلو آخرين في انتظار أن إذا ساءت العلاقات مع فرنسا يعتقلوا من فريد بن شيخ وهذا هو الذي حدث بالضبط الآن إضافة إلى هذا وش كان الجهات اللي تخدم مع فريد بن شيخ كان هذا السفي انتا باريس وهذا اللي يسموه مرات الجزارية أطلقوا عليه اسم رقص العيون وهو من الدشرة شفعوا له لأنهم كانوا تهموه بأنه قدم معلومات للموسات وخاصة عن واحد يسموه أبو نيضال أبو نيضال هذا كان شهير جدا في السبعينات والثمانينات وكانت إسرائيل تبحث عليه وهو عمل عملية تغيير لملامح وجهه وجل جزائر التهم ناس اللي اتهموا واحد منهم سعد بعقبة الصحفي سعد بعقبة اتهم هذا الشخص وقال له بأنك صورت أبو نيضال في شكله الجديد وبعثت الصورة للموسات طبعا لما خرجت هذا الكلام وحتى لما عشرت أنا الموضوع هذا قبل شهرين ولا ثلاثة خرج قال لك أنا اللي اخترقت الموسات في واحد الجنون هكذا اللي هو اللي اخترق الموسات مما أكد الكلام اللي كان يقال أنه في الحقيقة ما هو إلا كان يعني انديكاتور عن جهاز مخابرات خارجي الآخر الشخص الآخر كانوا قلبوه وحولوه إلى أن يصبح يضرب الحركين بين اللي يضربهم طبعا محمد بن حليمة اللي دفعت فيما بعد محمد بن حليمة أن يهرب من فرنسا وللأسف يعتقل في إسبانيا وأسباب أخرى بدون ندخل في التفاصيل لكن الآن كي تغيرت الأمور خرجوهم يعني جناح داخل النظام خرج يكشف هذه الحقيقة اللي احنا مش جديدة عندنا وذكرناها عدة مرات واللي تابعني هنا يعرفني أني أشارت إلى هذه الأشياء ممكن 20 أو 30 مرة في خلال في خلال هذا الست شهر الأخيرة أو أكثر مرة أخرى واضطرابات عالمية أيضا في بلادنا ونروح لمستنقعات نتعها أولا السفاة لكن إذا جاني شوية وقت يوما ما ربما نبحث في بعض الأمور إذا كان عندي شوية وقت وإلا الأصل في الأشياء نترفع على هؤلاء مهما قالوا مهما فعلوا نحن لا يفهمنا لكن الآن أنا أصلا وكما أخرج أسميهم في جريدة الوطن اللي جايبة هالتفاصيل ما كنتش أتكلم عليه وقد يقول قائلا ما أقول تصدقوا جريدة الوطن لا جريدة الوطن جابت واش بلنا احنا من قبل واش نعرفو احنا من قبل بالتفاصيل بمعنى هما أكدوا فقط أكدوا فقط واش نعرفو احنا بالتفاصيل زادوا عليه بعض الأشياء هما أدرى بها مننا لكن احنا هذه الأشياء نعرفوها ونعرفو بهذا الشخص اللي في باريس انقلبه تماما واصبح يخدم مع جيهة فرنسية ومع جيهة مع جناح داخل الجزائر وهذا غير اللي ما عندوش الذي لا يبصر الأحداث ولا يرى ما يقدرش يشوف صورة هاته واشياء أخرى بائسة يعني مكلا نضيع وقت فيها هذا ماذا يعني هذا أين نحن ذاهبون هذا يعني أنه في نفس الوقت اللي الدرس أطاح فيه ب أحد أهم عناصر الجناح من تعتبون جناح التعبو علام بوعلام اللي هو فريد بن الشيخ ومن معاه بالمناسبة فريد بن الشيخ راهم معاه مثلاً ختال اللي رأى في السجن الآن كان ضمن هذا الفريق وختال عنده اثنين من خوته في عناصر في الشرطة ومناصب كبيرة مثلاً بن ناصر هذا اللي كان قنصر في ألي كونت وليلعب دور في تنسيق لعلاقات ما بين العصابة وما بين سبنيول لترحيل محمد عبد الله ومحمد بن حليمة الاثنين وعنده أخوه هذا هذا عقيد العقيد بن ناصر أو في السجن وعنده أخوه شرطي كوميسار أيضاً سجنه أنا لا أعرف على دور الشرطي بن ناصر لكن تعالقونصل مشارك مشارك في هذا الموضوع المخابرات ماذا أثبتت دي سياسوش أثبتت لتبون الشنغريح أثبتوا لهم بأن فريد بن الشيخ كان يزعم أنهم عجنح تبون لكنه يخدم مع الفرنسيس وأنه أعطى معلومات مهمة جداً طبعاً كتكون المدير العام تعالى الشرطة الجزائرية تحت يدك تقريباً كل المعلومات تعالى البلاد لأنه عنده جهاز مخابرات الشرطة عندها جهاز مخابرات انتح وهذا الجهاز مخابرات لا يقل خطورة على جهاز المخابرات العسكري وكل هذه المعلومات تصل للدجياسا فالاختراق خطير وخطير جداً لكن في نفس الوقت الجناح الآخر جناح بوعلام بوعلام هو أيضاً استطاع أن يسقط جبار مهنة أي أننا أمام إسقاط شخصية رئيسية داخل جنح ديرس أسقطها جناح تبون بمساعدة فرنسية وشخصية رئيسية داخل جنح تبون اللي هو المدير العام للشرطة أسقطته الدياريس وبمساعدة أكيد بمساعدة من داخل الفريق المحيط بشنغريح لأن في كلا الحالتين الجماعة اللي تهم جبار مهنة قالوا ره يتآمر على تبون وعلى شنغريح والجماعة اللي تهم فريد بن الشيخ قالوا ره يتآمر على تبون وعلى شنغريح وعلى ديرس والحقيقة ما كانش يتآمر على تبون بل كان هو الوسيط فريد بن الشيخ كان هو الوسيط ما بين جنح تبون اللي كل مرة يذكر ماكرون يمدح ماكرون وما بين الفرنسيس لكن الاتفاق اللي وصلوا له نسقط هذا وندخل هذا للسجن وأيضا جبار مهنة سيدخل للسجن أم كان بعض الناس اللي كانوا مرتبطين به في المنطقة القبائل أو في العاصمة وبدوا يهربوا كان بعض الناس اللي مرتبطين به بدوا يهربوا لأنهم شعروا بأن الاعتقالات رهي على الأبواب وكان حتى اللي يعتقلوهم هذا في جبار مهنة أما فيما يتعلق بهذا الدي جي أسان فطبعا كانوا اعتقلوهم في ماي وآفريل كانوا أسخطوهم في جنبي وبدوا اعتقلوهم في ماي وآفريل وبعضهم قلة اللي اعتقلوهم في جنبي أي أن هناك دي بيرج سواء داخل البوليس تصفيات أو داخل المخابرات الخارجية لهذا يوصلنا جميعا للنتيجة حبست شوية السالة يوصلنا جميعا لنتيجة من يقود البلاد؟ من يدير البلاد؟ مش أنتما كنتوا توجهون الاتهامات وجهتوا الاتهامات للحراكيين وراهم الحراكيين مسجونين بالمئات أو تحت الإقامة الجبرية بأنكم تضرون البلاد ورقم تكسروا البلاد ورقم شكل يحب يكسر البلاد الآن؟ والأدلة من عندكم دعوني من جناح قاية صالح اللي أردتم حطينهم في السجن دعوني من الجنرالات اللي حطهم قاية صالح قبل ذلك دعوني الآن بعد أن استقر لكم الأمر كله وتعاونتم على ضرب الحراك جبر مهناء وفريد بن الشيخ تعاونوا كانوا يلتقوا في اجتماعات مخابرات داخلية المخابرات الخارجية المخابرات العسكرية والجهاز الشرطة وجهاز الضرك كانوا يتعاونوا مع بعض كيفاش يكسروا الحراك وكسروا مسيراته وسجنوا أحراره واتحضوا الناس وخرجوا في قوائم الإرهاب وداروا الكاتر فانسات بيس 87 مكرر وما زال اضطهاد للأحرار لكن اليوم التهم الموجهة صحيح جبر مهناء ما زال ما وجهتوا له تهم أطحت به برك لكن تهم ما يجاي الجبر مهناء أيضا لكن خلنا نروح اللي وجهتوا له التهم رئيس جهاز الشرطة المدير العام قلت عنه أنه جاسوس لفرنسا يخدم مع السفير الفرنساوي وعن مدير المخابرات الفرنساوية وكان يبعث معلومات لهذا العملاء نتعوا على أساس أنهم أكتيفيست هم يخرجوها باش يضربوا قلتوا باش يضربوا تبون ويضربوا شنقريحة ويضربوا المخابرات يسيئون للبلاد إلى آخره عندكم مشكلة كبيرة كيفاش من هنا أنا لما يتعين بعد شهرين هذا ليس تسكيل نفسي أعوذ بالله نكون جاهلين ولكن فقط إحقاقا لواقع تاريخية يعني وريتها لكم في 1 مايل 2021 نقول من هنا بأن فريد بن الشيخ ما هو إلا جاسوس فرنسي وحذرتهم قلت لهم راكم تلعبوا بأمن البلاد الآن أنتم تجهلوا تهمة أنه جاسوس فرنسي وتخرجوها في جاريتكم خاصة جاريت الوطن ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني كل هذا؟ يعني أن البلاد ما هيش في أيدي آمنة يعني أن صراعاتكم لا تتوقف ها هي من موقع من أحد مواقعهم ها هو شي يقوله في أحد مواقعهم يليت المساعدة يبعث لي المقطع اللي جايبين فيها فيديو تابع هذا هذا تابع للعصابة ويسبوا فيها فريد بن الشيخ ويتهموه بالجوسسة ها هو هنا لا عفوا مش هذي أذي فرنسي ها ها تابعوا جزائرية حمد الله تابعون حربه ضد الفساد والعصابة وكشف كل العملات والخوانة في الداخل والخارج حيث بشعبت وسائل إهنا من محلية ودولية تفاصيل مثيرة عن تحول مدير الأمن الوطنية السابقة التي أنهيت مهامه فريد بن الشيخ على السجن العسكري بالبوليدة بثهم ثقيلة تتعارض مع مصالح الجزائر في الداخل والخارج وأصدرت المحكمة العسكرية في الجزائر قراراً بإيضاء فريد بن الشيخ المدير العام للأمن الوطني الحبس على خلفية ثهم ثقيلة تتعلق بالتأمر على مؤسسة الدولة عبر اتصالات مع مسؤولين فرنسيين وناشطين إلكترونيين بهذا في شن هجمات المنسقات ضد مؤسستي الرئاسة والجيش الوطني الشعبي في الجزائر وكشف ذات المصادر أن فريد بن الشيخ تم تقديمه أمام المحكمة العسكرية بالبوليدة حيث استمر استجوابه حتى وقت متأخر من الليلة من قبل قاضي التحقيق قبل أن يتم إيداعه الحبس المؤقت بعد توجيه اتهامات ثقيلة تتعلق بسيراته بسافير سابق لفرنسا في الجزائر وضابط في السفر الفرنسية وتواصله مع ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في الخارج بغية الترويج لأخبار مغلوطة وتداولها على نطاق واسع الهدف منها ضرب مؤسسة الدولة الجزائرية ورموزها بالباطل وأبرز ذات المصادر أن قاضي التحقيق طلب من ضباط مديرية أمن الجيش إجراء تحقيق إضافي توصل إلى وجود عملية زعزعة استقرار للمؤسسة الحكومية من خلال هجمات متزامنة ومنسقة ضد كبار المسؤولين باستخدام وسائل الإعلام الإمترونية داخل الجزائر وخارجها قبل أن تظهر أدلة جديدة دينه وهو ما أدى بقضي التحقيق بالجلسة الأخيرة إلى توجيه تهم ثقيلة ضده بينها سوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والإضرار بمؤسسات الدولة بالإضافة إلى سلاته المشبوهة مع سفير فرنسي سابق في الجزائر هذه قناة تابعة لجهاز المخابرات في الجزائر وهي تقول هذا الكلام بصريح العبارة يعني شهادة كاملة مش فقط من جريد الوطن والتي نقلتها على تيسا وجرائل أخرى لكن الآن أيضا من إحدى القنوات غير رسمية ولكنها قناة تابعة لها لهم يقولون هذا الكلام مباشرة يعني أن البلاد رهي في عندما نقول بأن هذه العصابات رهي خطر على البلاد فنحن نعرف أنهم هم الخطر ونقول هذا بالأدلة في كثير من الحالات ينكرون هذا خرجوا ذبابهم يخرجوا أذنابهم يخرجوا لكن تمروا الأيام ويؤكدوا ما نقولوها يعني عندما خرجت في ماي أو بالمناسبة هذا فريد بن شيخ عندي على الأقل عشر فيديوهات تكلمت فيه على الأقل عشر مرات في بعض المرات تكلمت عليه نص ساعة 40 دقيقة يعني يعينوه تكلمت عليه حوالي 40 دقيقة أو نصف ساعة جبت له كل تفاصيل انتحياته اللي جزء كبير منها موجود على الانترنت يعني مش سر وجزء آخر من بعض المصادر متع الأحرار لكن الجزء الرئيسي ومرات توصلها بالركوب مو كما يقولوا وبالتحليق بالاستنتاجات ما تحتاجش أنها هذه مش علم ذرة يعني باش تعرف وراهي رايح الأمور كيف كيفاش تعينوا جاسوس فرنسي الآن تعترفون أنه جاسوس فرنسي على رأس الأمن الوطني والأمن الوطني لا يعني فقط الشرطة الأمن الوطني يعني سيطرة على كل المعلومات داخل البلاد عندهم جهاز الشرطة عندها أجهزة تصمت على الناس بما فيها على المسؤولين عندهم أجهزة المراقبة عندهم أجهزة الاعتقال عندهم أجهزة أنه يحط لك مثلا مخدرات عندهم أجهزة الاختراقات عندهم أجهزة الصايبر عندهم أجهزة دخول إلى الإيميلات والتليفونات إلى آخرين عندهم كل شيء أي أنك تسلم البلاد إلى مجموعة لصوص يا ليتهم كانوا لصوص فقط مجموعة جواسيس ولم يكتفوا أنهم جواسيس فقط داخلين في صراع أجنحة لا يتوقف وين رحين بالبلاد؟ وين رحين بالبلاد؟ أين تذهبون بالبلاد؟ أين؟ هل سيتوقف هذا أبدا؟ السيمة الرئيسية لنظام الحكم في الجزائر هو الصراع على السلطة لأن السلطة ما هيش نابعة من الشعب السلطة منهم وإليهم ولأنها منهم وإليهم عندما يكون الخطر الشعبي ضدهم يتفقون في الغالب وعندما يخف هذا الخطر الشعبي يعودون إلى عادتهم القديمة وهو هذا يضرب هذا هذا يطيح هذا هذا يبني لهذا هذا يحفر لهذا هذا يسجن هذا هذا ينشر الدعايات على هذا وهكذا هذا لأنه ما فيش نظام حكم شفاف ما فيش نظام ما فيش عدالة مستقلة ما فيش إعلام حر ما فيش مجتمع يراقب ويتابع أو في المجتمعات اللي فيها كل هذه الأشياء اللي نقولها وتصرى بعض الأخطاء وتصرى بعض الصراعات فما بالك في مجتمع مغلق في نظام مغلق ميزته هو أنك اليوم في الحبس تقدر غدوة القارح كنت أحد كبار المسؤولين جبر مهنة مثلا كان كبير المسؤولين كان قائد الأمن العسكري لسنوات طويلة جدا في لحظة اللي قرحوا في الحبس بعدين خرج من الحبس اللي قرحوا قائد المخابرات الخارجية بما لديه من أموال أموال ضخمة وبالمناسبة وهذه بركة إشارة من الإشارات في الآلفين واثنين وعشرين كان جناحين متضاربين جناح فريد بن الشيخ وجناح جبر مهنة جناح جبر مهنة يمشي في بعض الناس اللي قدر يشريهم وبعضهم كانوا معانا حتى في الحركة بالمناسبة لنعترفوا بهذه راكم شفته واحد منهم أو ظهر اثنين ظهروا في قناة في برنامج دارو في 18 أفريل اللي فات والثاني في باريس يمشي فيه جناح فريد بن الشيخ هذا الثنين كان كل واحد يسب في الآخر وكل واحد يجي عندي ويقول لي لازم تهاجم الآخر وانا قلت هانو في اثنين يعني هذا الكلام كان في نهاية 2021 يعني في 2022 قطعت مع سفيه باريس في بداية يناير 2022 بعدا اكتشفت مش برك هذه القضية اكتشفت قضية الابتزاز انه نهب مبالك ضخمة جدا لما اكتشفتها كان بالنسبة لي لازم نقطع علاقتي نهائيا معاه وقطعت العلاقة نهائيا في اليوم اللي عرفت فيه انه كان يبتز الناس وانه اخذ اموال ضخمة وهناك شهادة وما زال كان شهادات اخرى على كل حال ربما تخرش في وقتها والشخص الاخر ايضا اللي كان معنا وهو ايضا في باريس مقيم وكان في حركة رشاد كان يضغب بشدة عليا باش نهاجموا هذا السفيه له وقت له هذي رأي خدمة مخابرات هذا الموضوع هو خدمة مخابرات يريدون تكسير الحراك ونحن لن ندخل في لعبة الأجنحة ما كناش متأكدين من هذا الشخص مازال ما كناش متأكدين رأيه يخدم مع المخابرات كانت عنا شكوك لكن طبعا فيما بعد تبين واصبح يظهر حتى في تلفزيوناتها كان الهدف كله هو ان يدخلونا في مستنقع الخصومات والصراعات وهذا يضرب هذا نحن مش هذي لعبتنا نحن مش هذي هو جونا نحن مش هذي هو منطقنا نحن مش هذي هو قناعاتنا نحن مش هذي هي معركتنا وش نجا حركة رشاد وش نجاني انا وانا احد من حركة رشاد والحركة وبعض الاحرار انهم مدخلوش في لعبة الاجنحة عمرنا ولقبلنا ندخلو في لعبة الاجنحة أو جناح ضد جناحهم نحن نعتبرهم كلهم عصابات وكلهم عصابات إجرامية وكلهم يجب أن يرحلوا مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية كل المافيا العسكرية كلها ونتيجة لأن هناك مجموعة وهناك تنظيم صحيح كان فيه واحد أو اثنين اخترقوا التنظيم لكن ما رحوش بعيد لم يذهبوا بعيدا لأن التنظيم لفظهم وكأنه جسد يتطهر من الرجز الذي مسوا تغفظهم وانتهبهم الأمر إلى أنهم أظهروا أنفسهم وظهروا في تلفزينات العصابة والتي نسمهم عملاء المخابرات أما الآخرين فهاهم يتكشفون وهي تكشفهم الأمور وكشفتهم أحداث وما زلجي أحداث أخرى تكشفهم أكثر فأكثر مع ذلك فإن هؤلاء حاجات صغيرة هذه الناس هذا سفيه باريس أو الآخر أو أدوح وإيش هذا في إطار معركة الكبرى وذلك دائما نتحدث مع إخواننا ولي حولي والحركة إلى آخر أننا معركتنا واضحة الهدف واضحة الوسيلة واضحة الإطار وبالتالي كل كل هذه الأمور التي تظهر من هنا هذا في إطار معركة هذه هي ودايما المبدأ الذي لدينا أنه القطار السريع ما يتوقفش في المحطات الصغيرة وإلا ما يقدرش يقول لي سريع والمعارك الكبرى ما نتوقفوش عند فلان أو علان أو فلتان أو علانة أو فلان مهما أصابنا من أكاذيب وبهتان وسب وشتم بسيط إحنا لدينا الحل تعلق السب والشتم دائما لما نتحدث مع إخواني وأخواتي وقلهم إحنا خير من الأنبياء طبعا رد يقول لك لا طيب حاهم الأنبياء اللهم وازالوا يسبون للبارح قبل الثيام والله أبعث لي واحد من الأفاضل أبعث لي واحد يتكلم وشن هجوم عنيف عنيف علاما على السيدة مريم أم سيدنا عيسى وهذا اللي يتكلم حاخام منسوب لليهود يقول بأن هذه وقال عليها كلمات بشعة فضيعة قال هذه جابتنا دجال على سيدنا عيسى اليوم يمنو به 2 مليار اليوم يمنو به بسرعة فقلت سبحان الله سيدة مريم بعد 2000 سنة بعد 2000 سنة يليت المساعدة اللي كانت عنده هو أيضا يبعثها ما عليش ممكن نجيب وافى الله يبقادم والله سيدة مريم بعد 2000 سنة يخرج معه يهاجمها بكلمات بشعة وفي نفس الوقت يهاجم سيدنا عيسى ويهاجم كل الذين يؤمنون بسيدنا عيسى يعني كل مسيحية على ما فيه من أخطاء في قضية الإمام سيدنا عيسى خاصة اللي يقوله أنا عيسى ابن الله لقني هاجمهم جميعا ولذلك رأي جات الحديث والله ما كان حتى في ذهني أني نتكلف الموضوع هذا لقناها وجاء الحديث فقط باش نقول ما توقفوش يا إخوان ما توقفوش عند هذا سبنك وهذا سبني وهذا ما توقفوش عند هذه الأشياء هاكم تشوفوا كما الحقنا من سب وشتم وبهتان وكذب وما نهتموش به كي تجي فرصة كي تجي المناسبة كما اليوم هي جات مناسبة لما ذكروا هذا السفيهين هذا تعال رقص العيون والسفيه الآخر ها وجاء الحديث عليهم ولو بشكل سريع وبدون حتى والله بدون تفكير أصلا أني كنت نتكلم فيه لكن فقط هو هذا أنه المعارك الكبرى معارك الحق إذا لم يصبك البهتان والكذب والخداء والمكر والدجالين والمنافقين فمعناها ما ركش في معركة حق رك تلعب إذا أصابتك السهام وأصابتك الكلمات والأكاذيب والخداء فعرف أنك رك في معركة الحق ما تتوقفش عندها ما تنزلش للمستنقع استمر في معركة الحق والأمور وزمن كشاف كما يقول المثل رح نعود ونرجع لهذا الموضوع باش نعود ونجيب تفاصيل أخرى خاصة تفاصيل اللي ذكرها بن حليمة مثلا اللي ذكرها محمد عبد الله مثلا اللي ذكرتها أنا اللي ذكره آخرين حول هذا فريد بن الشيخ حول جبار مهنة حول كل هذه الأشياء كل ما يحدث كنا أشرنا له بسيقة أو بأخرى ليس علما بالغيب أعوذ بالله نكون من جاهلين إنما استنتاجا واستقراءا ومتابعة للأحداث عندما تشوف هذا تعرف الأمور أين تتجه ويبقى دائما علم الغيب لا يعلمه إلا الله وهذا هو الأصل لكن الإنسان العاقل الإنسان اللي عنده حكمة ليتابع بحق الصادق في هذه معركة الحق يبصر الله سبحانه وتعالى يعطله بصيرة يرى بها بعض الأشياء وأيضا يعطله بصيرة أنه يقدر يفهم ما يجري لأن أهم شيء أهم شيء هو أنك تعرف طريق الحق وتستمر فيه وتعرف طريق الباطل وتبدعي عنه